بين زوايا هذا البيت تتواصل معاناة وليد لطرش من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وليد الذي يعيش تحت سقف هذا البيت يتألم لحاله والدمع ينهمر من عيونه التي لا تبصر النور دموع وليد تحكي فراق أمه منذ أكثر من أربعة سنوات لتلتحق بالرفيق الأعلى ذو كان يرى ما ربي يرحمها كنت عايش معها وماتت عند أربع سنين ونص وذو كان يرى 4 سنين ونص وحده يتساكن في الباطعمة يجوني هكذا مخلوقات يعانون وهم لا يدوموش وانا لقد نقاصر للمداومة ولا لا لا ذو كان يا أخييه دبت لعملية 5 عمليات العين واحدة وقالوا لي ماتت واحدة زوج عمليات موازالة قالوا لي كيش ويعروا وكبارك كيش ما يخوش طب جديد نديرو لك عندك واحدة فيها ولوحدة ماتت خلاص في وقت ينتظر الكثير من الصائمين آذان المغرب للإفطار تبقى مائدة وليد فارغة لأيام وأحيانا بما يجيد به المحسنين حتى يفطر أو تصبره ظروفه البقاء بدون طعام أو حتى تناول خبز يابس بين ظلمة بيت بدون أهل وآلام فقدان البصر يبقى وليد لطرش يعيشه على أمل التفات من سلطات ومساعدة من محسنين علها تغير من حاله شيئا أنا محسنين علها تغير من سلطات وليد كيفية عملية